توقعت وكالة مودز لتصنيف الاعتماني أن يشهد الاقتصاد التركي مزيدا من التحديات السلبية لتصنيفها السيادي وفي إشارة لعملائها قالت مودز أن التغيرات في قيادة البنك المركزي التركي تشير إلى عزمه التشديدة في سياسته النقدية الذي من المتوقع أن يضعفها خلال الأشهر المقبلة يأتي ذلك بعد قرار من الرئيس التركي بتعيين صهره وزير الخزانة والمالية بعد ساعات من أدائه اليمين لفترة رئاسية جديدة وقالت مودز أن التحديات الإضافية لفعالية البنك المركزي هي الأكثر سلبية بوضوح في هذه المرحلة نظرا لأهمية دور هذه المؤسسة في معالجة الاختلالات المتزايدة في الاقتصاد والنظام المالي في أنقرة